اسمح لي أكلمك عن السنقيات الضدية اللي حررتك عملتها في الرواية وهي زي مثلاً الموت والخلود الماضي والمستقبل ده بيلفت انتباه القارئ أكتر ده بيخلي أحياناً القارئ يعني أليرت كده زي ما بنقوله أو يعني بيخليه يلتفت أكتر هل ده كان مقصود ولا حررتك كنت عايز تقول أنه برضو زي ما فيه ماضي فيه مستقبل حلو زي ما فيه فات فيه جاي أحلى هو إحلى كبشر ما منقدرش نفكر بره فكرة السنائية يعني طول الوقت مجغولين لأنه الإنسان بيتولد وفيه جملة في الإنجيل بتقول الإنسان بيولد بجوار قبره بمعنى أنه الحياة ما بين الميلاد والموت قصيرة مهما عاش الإنسان فطول الوقت إحنا مجغولين من لحظة الميلاد بما بنسمع صوت الطفل هو بيتولد أنه فيه نهاية ففيه بداية وفيه نهاية فيه حياة وفيه موت فيه حزن وفيه سعادة طول الوقت إحنا ما بنقدرش نفكر بره والحياة هي الحياة كده يعني الحياة هي عبارة عن سنائية بتتكرر طول الوقت ده حقيقي ده حقيقي نتكلم شوية عن علاقات الشخصيات ببعض مين أكتر شخصية حسيت أن هي مؤثرة جدا في الرواية بالنسبة للبطل أكيد شخصية الأم الأم طبعا طبعا هو كان عنده الأم كانت على نقيد الأب وهو برضو دين فكرة السنائية شخص مفرط في القصوة أو في الخشونة أو في جدب المشاعر والتعبير عنها وشخصية تانية يعني مفرطة في الحنان أي فهو علاقته كانت بالأم لأنه كمان توفت وهو في سن صغير فهو يعني كل ما يتذكره عنها هو الحنان بتاع الأم ده اللي عمله الأزمة مع الأب رغم أنه هو ممكن يكون وده اللي ممكن يكون يكتشفه بعد كده هو فيه شبه كتير من الأب لأنه هو رغم أنه هو كاتب للروايات العاطفية لكن هو في الرواية هو مش شخص عاطفي أبدا يعني حتى لما بيتذكر النساء اللي هو عرفهم ما كانش فيه مشاعر حقيقي يعني طول وقت ما كانش فيه علاقاته يعني حتى فيه مشهد هو قابل واحدة بعد سنين ما شافهاش وبعدين قعد معاها وبعدين اكتشف بعد مروح أن هي ما كانتش الشخص اللي هو كان بيقصده أن هي كانت أختها وفي مشهد تاني كان في كافي أو كافيتيريا وبعدين فيه واحدة جاءت تكلمه وهي كان على علاقة به وهو ما قدرش يتذكر فهو لهذه الدرجة هو كمان كان مفتقد للعواطف أو التعبير عنها أو الإحساس بيها يعني هو كان شخص كمان شبه الأب أكتر منه فعشان كده الأم فضلت بالنسبة له كأنها الجنة بالنسبة للإنسان يعني نحن طول الوقت بنتذكر أن نحن كان لنا ماضي في الجنة فلغان